بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء طلاب شركة آفاق التعليمية الصف الثاني المتوسط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله سنأخذ درسا جديدا من دروس الوحدة السادسة وهو بعنوان تحليل الأدبي البيئة والتصور الإيماني هذا النص من النصوص الأدبية ولكن هذا النص يختلف عن النصوص السابقة التي درسناها في الوحدات الأولى والثانية والثالسة والرابعة والخطوة هذا النص نسميه نص نثري نثر لأن النصوص الأدبية تقسم إلى قسمين قسم شعر وهو ما أخذناه في القصاد الشعرية السابقة والقسم الآخر وهو النثر مثال هذا النص أو قد يكون قرآن كريم أو حديث شريف أو قصة فهذا النص من النصوص النثرية بعنوان البيئة والتصور الإيماني فلنبدأ البيئة والتصور الإيماني هذا الكون الذي نعيش فيه على رحابة أرجائه وسعة أقطاره قد خلقه الله بقدرته وأبدعته يد عنايته آية في الكمال وغاية في الإتقان والإحكام وكما أن هذا الكون مخلوق لله ومربوب له فهو مصخر بقدرته لبني الإنسان ومما يدهج له العقل ويحار فيه لب اللبيب أن هذه الأرزاق على وفرتها وهذه الأقوات على كثرتها مقدر لها في علم خالقها أن تفي باحتياجات جميع المخلوقين إلى الآجال المقدرة لهم ولها وما شرط الله لاستدامة هذه الأرزاق بعد الإيمان به وشكره على جزيل عطائه سوى السير في طريق الاعتدال باستخدام الموارد المتاحة فضلاً عن البعد عن مهاو الفساد والإفساد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين فلنقوم بتحليل الفقرة الأولى الفقرة الأولى تتحدث عن أن الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون بقدر وجعل كل ما في الكون مصخّل للإنسان مهيئ للإنسان من النعم التي أوجدها الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى كل هذه الأرزاق التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الكون تفي باحتياجات جميع المخلوقين والشرط الأساسي لاستدامة هذه الأرزاق أي لمدومة هذه الأرزاق أول شيء الإيمان بالله وشكره سبحانه وتعالى والسير في طريق الاعتدال لكي تستمر معنا هذه الأرزاق لابد أن نشكر الله سبحانه وتعالى وأيضا نسير في طريق الاعتدال ونبعد عن مهاوي الفساد والإفساد هذه هي الفقرة الأولى تحدث عن ما سخره الله سبحانه وتعالى في الكون للإنسان العنوان المناسب وهو أحسنتم خلق الله سبحانه وتعالى الكون مصخرا للإنسان أحسنتم يا شباب طيب السؤال ما معنى كلمة اللبيب أحسنتم لب اللبيب معناها اللبيب هو العاقل أو الذكي ما معنى كلمة فهو مسخر مسخر معنى كلمة مسخر معناها مهيأ أو مذلل للإنسان حسنتم طيب استدامة استدامة هذه الأرزاق نعم وهي مداومة هذه الأرزاق سؤال ما الشرط لاستدامة هذه النعم للإنسان ما الشرط الأساسي لمداومة هذه النعم التي سخرها الله سبحانه وتعالى للإنسان أحسنتم واحد الإيمان بالله اثنين شكر الله سبحانه وتعالى ثلاثة البعد عن مهاو الفساد والإفساد وأن نسير في طريق الاعتدال أحسنتم يا شباب هذه الفقرة الأولى من النص الأدبي البيئة والتصور الإيمان فلننتقل للفقرة الثانية فلنقرأ ولكن الإنسان لم يحسن استخدام هذه النعم حيث اندفع ذات اليمين وذات الشمال يحقق طموحاته غير المحدودة فشرع لنفسه ما لم يأذن به الله متخذا من بلوغ الهدف مبرر لاتخاذ الوسيلة فحدث من جراء ذلك في النظام البيئي من الخلل والإطراب ما وصل بالإنسانية إلى حد الكوارث نتيجة للممارسات الخاطئة وسلوك السبل المعوجة وبالأخص عقب تلك الطفرة الصناعية الهائلة ومنصر الإضرار بالبيئة التلوث البيئي وما نتج عنه من تآكل في طبقة الأوزون الجوي الذي أصبح جريحاً اضطرب له مناخ القرة الأرضية لما ينفذ إلى مجالها من الأشعة الضارة كما شهدت الدول الصناعية هطول الأمطار الحمضية التي انعكس تأثيرها الضار على الحياة وقد أدى اضطراب المناخ وهطول الأمطار الحمضية والقطع الجائل للغابات إلى ظهور مشكلة مفجعة ألا وهي مشكلة التصحر الفقرة الأولى تحدثنا عن نعم الله سبحانه وتعالى للإنسان في الكون الفقرة الثانية وهي هل استغل الإنسان هذه النعم بطريقة سلبية أم بطريقة إيجابية الإجابة وللأسف الشديد استغل الإنسان هذه النعم بطريقة خاطئة بطريقة سلبية لتحقيق رغاباته فهنا يبرر بذلك أن الغاية أن الغاية تبر الوسيلة وهذا خطأ السبب في كل المشكلات في الكون ما هو إلا الإنسان فبسبب استغلال الإنسان النعم الموجودة في الكون واستخدامها بطريقة خاطئة أدى ذلك إلى وجود التلوث البي مما نتج عن التلوث الكثير من الآثار السلبية منها تآكل في طبقة الأوزون الجوي اثنين هطول الأمطار الحمضية أي نزول الأمطار الحمضية المحملة بالغبار والأتربة والغازات الضرة في الكون ولها آثار ضرة للإنسان والنبات فواحد تآكل طبقة الأوزون هطول الأمطار الحمضية ثلاثة أيضا القطع الجائر للغابات إنسان يأتي فصل الشتاء فيذهب إلى قطع شجر وشجر 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 للوسيلة الغاية للتدفئة ولكن الوسيلة التي اتخذها الإنسان في قطع الأشجار كانت خاطئة فأدى ذلك إلى وجود مشكلة كبيرة وهي مشكلة التصحر السؤال هل استخدم الإنسان هذه النعمة التي سخرها الله سبحانه وتعالى في الكون بطريقة إيجابية لا لم يستخدم الإنسان هذه النعمة التي سخرها الله سبحانه وتعالى بالطريقة إيجابية ولكن استخدمها بطريقة سيئة مما أدى إلى ظهور التلوث ومما أدى أيضا إلى النتائج هذا التلوث البير منها تأكل طبقة الوزون التي تحمين من الأشعة الضارة وأيضا اثنين القطع الجائر مما أدى إلى وجود القطع الجائر للأشجار مما أدى إلى وجود مشكلة التصحر ثلاثة وهي هطول الأمطار الحمضية هذه الأمطار الحمضية كما ذكرنا من قبل فتسقط أو تنزل محملة بالغبار والأتربة والغازات الضارة الموجودة في الكون فلننتقل للفقرة الأخيرة قبل الانتقال للفقرة الأخيرة نريد عنوان مناسب وهو استغدام أو استغلال الإنسان لنعم الله سبحانه وتعالى بطريقة خاطئة الفقرة الأخير لقد دقت انذارات الخطر بشدة كما تعالت الصيحات هنا وهناك التماسا لطوق النجاح فأنشئت الهيئات واستصدرت التشريعات البيئية أملا في لما هذا الشعر وتفاديا للمزيد إن المرأة ليستولي على العجب حينما يرى البشرية جمعا تناقش أخطر قضاياها في غياب أهم عناصرها ألا وهو التصول الإيماني لها إن منطق العقلاء يقرر أن صاحب الصنعة أدرى بصنعته ولذا يضع لها منهج الاستغدام والصيانة والكون كله هو صنعة الله ومنقاد لأمره فما على البشرية إلا أن تنضوي تحت لواء الطائعين لله وأن تبرهن على صدق النواية في التماس الحلول لمشاكلها في القرآن الكريم والسنة النبوية ففيها الخطوط العريضة لطلاب الهدى والصلاح البيئة في الفكر الإنساني والواقع الإيماني لعبد الحكم الصعيدي في الفقرة الأخيرة يبين كيف أتخلص من هذه المشكلة لكي نتخلص من هذه المشكلة وهي مشكلة استغلال الإنسان للنعم لنعم الله سبحانه وتعالى بطريقة خاطئة مما أدى إلى وجود التلوذ مما أدى إلى أضرار أضرار الإنسان والحيوان والنبات فلكي أقوم بحل هذه المشكلة لابد أن أرجع لله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا الكون أن الله هو الخالق لهذا الكون وهو ما يدري بكل ما يدور في هذا الكون لكي نحافظ على البيئة لابد أن نرجع للقرآن الكريم أن نرجع للأحاديث النبوية لأن الإسلام ديننا الحنيف أكد على ضرورة المحافظة على البيئة فهذه هي الفقرة الأخيرة كاتب أبرض لنا النقاط الرئيسة وهي نعم الله سبحانه وتعالى للإنسان اثنين استغلال السيء من الإنسان لنعم الله سبحانه وتعالى نعم الله سبحانه وتعالى ثلاثة الحلول الإيجابية للتخلص من هذه المشكلة وهي الرجوع لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقال من البيئة في الفكر الإنسان والواقع الإيماني لعبد الحكم الصعيد كده نكون انتهينا من شرح هذا الدرس فلنقوم باستكشاف هذا النص أولا نتعرف على كاتب هذا المقال وهو عبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي الصعيدي استاذ دكتور ورئيس قسم وقاية النبات في جامعة الأزهر في مصر مارس الدعوة الإسلامية منذ أكثر من عشرين عاما وشارك في عدد من الندوات الدينية في الدول العربية والإسلامية له عديد من المؤلفات منها البيئة في الفكر الإنساني والواقع الإيماني حضارات ورد ذكرها في القرآن الكريم الرحلة في الإسلام كده نكون انتهينا من شرح هذا الدرس وتوقفنا على أهم الفقرات أو أهم الأفكار الرئيسة للدرس فلنذهب سويا إلى الأنشطة أختيار أصبع 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 للدائرة التي تشير على اختيار مما يلي بنعم أو لا يتكون النص من ثلاثة أجزاء رئيسة أحسنتم نعم أشار النص إلى التواذن بين احتياجات الخلق وبين موفره الله لهم منها في الكون أحسنتم هذه ذكرت نعم أشار النص إلى سوء استخدام الإنسان لنعم الله أحسنتم نعم عرض النص الحل الأساسي لمشكلات البيئة وعرضها في الفقرة الأخيرة أحسنتم نعم النشاط التالي أضعوا الرمز هذا الرمز يعني لا ينتمن رحابة سعة أقطار منقاط رحابة وسعة وأقطار ينتمي إلى مجموعة واحدة وهي معناها اللي تنتمي تندرج نحو السعة والأقطار والكلمة اللي لا تندرج معهم وهي منقاط أحسنتم يا شباب الكمال والإتقان والاضطراب والإحكام أحسنتم كمال يندرج مع الإتقان يندرج مع الإحكام والكلمة الخطأ وهي اضطراب أحسنتم يا شباب العقل دقة اللبيب لب العقل تندرج مع اللبيب تندرج مع لب والكلمة الخطأ أناها دقة أحسنتم يا شباب أبحث في النص عن كلمتين بينهما علاقة في الدلالة أحسنتم الفساد والإفساد أو الأرزاق والأقوات ممتازين يا شباب أختاروا من الصندوق المعانا المناسب لكل كلم أقوات معناها أحسنتم يا شباب أطعمه يحار أحسنتم أصابته الحيرة أصابته الحيرة لا تعثوا تزين معناها لا تفسدوا الشعر معناها الاتساخ أحسنتم تنضوي معناها تندرج أمتزين يا شباب بتنضوي معناها تندرج النشاط التالي أفهم وأحلل أتعاون مع مجموعتي مع الاستفادة من الإضاءة حول الفقرة الأولى قرأنا الفقرة الأولى وكانت تكلم عن نعم الله سبحانه وتعالى للإنسان والاستمرار هذه النعم للإنسان لابد الإيمان بالله والشكر بالله والشكر الله سبحانه وتعالى وأيضا البعد عن مهاوي الفساد والإفساد هنا أتعاون مع مجموحتي الإجابة عن ما يلي تكون شفهية وصف المنظر الذي نشاهد أحسنتم يا شباب وصف المنظر وهو معناه هنا جدول ما تحيط به مروج خضراء وأشجار مثمرة تطلع عليه الكائنات ممتد هذا المنظر جدول ما تحيط به مروج خضراء أشجار خضراء وأشجار مثمرة ثاني ذكر بعض ذكر بعض الأفكار والمشاعر التي حركها المنظر بدواخلنا ذكر وهو أحسنتم مشاعر الصرور والابتهاج مدام فيما وأشجار لا بد الإنسان أن يشعر بالصرور والابتهاج ثالثة مما قال الكاتب هذا الكون الذي نعيش فيه على رحابة أرجائه ما معنى رحابة أرجائه معناها وهي سعة نواحي أرجاء اللي هي النواحي يا شباب أرجاء معناها نواحي مفردها رجاء على ما تدل على سعة نواحي الكون تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى عظمة الخالق سبحانه وتعالى فلننتقل إلى النشاط التالي أقوم بتصنيف هذه الأفكار إلى رئيسة وفرعية الأفكار رئيسة ثلاث نعم الله سبحانه وتعالى استغلال الإنسان لهذه النعم بطريقة خاطئة آخر آخر الفقرة وهي كيفية المحافظة على البيئة لابد من الرجوع لله سبحانه وتعالى لكتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أرزاق تفي باحتياجات المخلوقين هذه رئيسة أحسنتم لأن نعم الله سبحانه وتعالى من شروط استدامة الأرزاق لإيمان والشكر هذه الفقرة الأولى التي هي الأرزاق من شروطها يبقى على طول اللي هي فرعية بقى من شروط استدامة الأرزاق الإيمان والشكر فرعية من شروط استدامة الأرزاق البعدة عن الفساد والإفساد أحسنتم يا شباب أيضا فرعية أتعاون مع من بجواري مع الاستفادة في الإضاءة حول الفقرة التالية هنا نشاط مجموعة من الصور هنأظر لهذا الصور وأقوم بالإجابة على هذه الأسئلة شفها وصف ما نراه شفهيا عما نجده من أفكار ومشاعل من خلال الربط بين الصور وبين المضامين التالية طبقة الأوزون ألف طبقة الأوزون التي أصبحت جريحة سبب تلوث يبقى نقول هنا الخوف على مستقبل القرى الأرضية خوف على مستقبل القرى الأرضية ليا شباب هذه الصورة طبقة الوزون طبقة الوزون هذه الطبقة هي التي تحمين من الأشعة الضارة تلوث يؤدي إلى تآكل هذه الطبقة فلو انتشر التلوث يؤدي إلى تواكل هذه الطبقة مما يؤدي إلى ضمار للكرى الأرضية الثانية عواقب طفرة الصناعية الهائلة الهائلة أحسنتم الحزن لما تسببه الأمطار الحمضية من هلاك للنباتات والمزرعة إن شاء الله أنا أخذ الفرق بين الطفرة ونهطة هنا الطفرة أقول لكم بعدين إن شاء الله ما هي الطفرة وما هي النهطة هنا الطفرة لما أشوف صناعة هذه الصناعة تؤدي إلى تلوث البيئة فالإنسان يشعر بالحزن نحية هذه الصناعات لما تسببه من تلوث البيئة وما تسببه أيضا من سقوط الأمطار الحمضية القطع الجاء للغابات يؤدي أيضا إلى تدمير البيئة الخطر الذي يهدد بالتصحر زي ما تعلمنا أن القطع الجائر للأشجار يؤدي إلى مشكلة كبيرة وهي مشكلة التصحر مشكلة التصحر يعني تصحر يعني الأرض بدل ما هي كانت خصبة تنمو عليها النبات لأصبحت صحراء أصبحت صحراء هي مشكلة التصحر التصحر معناها أن الأرض بعدما كانت خصبة أصبحت صحراء الإجابة عما يلي كتابيا حول مبدأ الغاية تبر الوسيلة أنا نجد نظري لست مع الغاية تبر الوسيلة وما أدركناه في مشكلة القطع الجار الأشجار فصل الشتاء أريد أن أتدف بعض الناس تذهب لقطع الأشجار بطريقة عشوائية وهذا يؤدي إلى تلوث البيئة مما يؤدي إلى ظهور مشكلة كبيرة وهي مشكلة التصحر فأنا ضد الغاية تبرر وسيلة ما الذي تتوقع حدوثه لاحقا إن استمر العمل في البيئة وفق هذا المبدأ تدمير البيئة تدمير البيئة وانتشار الأمراض كيف نجتهد لتجنيب بيئتنا كوارث المبدأ السابق وهو الغاية والوسيلة نقوم بحماية البيئة والمحافظة عليها حماية البيئة والمحافظة عليها أشير للتعبير الحقيقي بالرمز ح والتعبير الخيالي بالرمز خ هذا الكون مخلوق لله بدون تفكير حقيقة البعد عن مهاول الفساد والإفساد خيال أقارن بين التعبيرين هذا الكون مخلوق لله فهذا تعبير حقيقي لا نقاش أما البعد عن مهاول الفساد والإفساد فهذا تعبير خيالي هنا شبه الفساد بأنه بالخطر بالخطر المنتظر وهنا تعبير الأول حقيقي أي خال من الخيال أما التعبير الثاني فهو تصوير رائع وممتع شبه مهاوة الإفساد بأنها خطر فساد الإفساد بأنها خطر مهاوة تؤدي إلى الهلاك أشيره للفرق بين قول الكاتب تلك الطفرة الصناعية وبين قول غيره تلك النهضة الصناعية هناك فرق بين طفرة ونهضة إيه الفرق بين الطفرة والنهضة؟ أسمع؟ تزين يا شباب الطفرة تكون بطريقة عشوائية غير منظمة مفاجأة لم يكن لها ترتيب أما النهضة فهي التي تقوم بطريقة منظمة لها ترتيب سابق ما الفرق بين الطفرة والنظر؟ الطفرة تؤدي إلى الاندفاع تؤدي إلى التهور تقوم على المفاجأة بدون ترتيب أما النهضة فهي تحدث بترتيب مسبق لها من الأفضل؟ نقول هناك طفرة أم هناك نهضة؟ هناك نهضة الأفضل كلمة نهضة مما قال الكاتب ما على البشرية إلا أن تنضوي تحت لواء الطائعين لله ألف من خلال هذه أو هذه المقولة الكاتب ما الصورة التي تتخيلها من خلال التعبير السابق؟ أحسنتم يا شباب أن هذه الصورة للملائين من البشر يؤمنون بفكر واحد ويسعون لهدف واحد هو طاعة الله طاعة ما المعنى الذي تعبر عنه هذه الصورة؟ تعبر هذه الصورة عن لابد من الاتحاد والقوة والعزة تحت لواء طاعة الله سبحانه وتعالى أحسنتم يا شباب ما رأيك في هذه العبارة السابقة من حيث اللفظ والمعنى والصورة؟ هذه صورة جميلة صور الإسلام بالعلم الذي تتجمع حوله جموع الناس مدام تمسكنا بلواء طاعة الله سبحانه وتعالى أصبحت الحياة جميلة بدون تلو فها هو النص قد اكتمل بفضل الله سبحانه وتعالى ونكون في هذه اللحظة أننا قد انتهينا من هذا الدرس على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في أوقات لاحقة بإذن الله كان معكم معلم القرش الزيني معلم بشركة آفاق التعليمية بالرياض بمتوسط آفاق المنصورة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته